اهلا بكم طلاب ودكاتر تبا شمال ديسين الصف السادس الاتدائي ما حل تدريبات الدرس الرابع من كتاب الاضواء اذا كانت تكلفة القاء كرتين في لعبة الملاهي هي خمس عملات معدنية كل كرة تلقى على حدة والجدوى المقابل يعبر عن العلاقة بين عدد مرات القاء القرة اكس واجمال التكلفة واي فانه المتغير المستقل طبعا المتغير المستقل اللي هو هيخش دياتي اللي هو الاكس والمتغير التابع اللي هو اتغير القيمة بتاحته اللي هو مين اللي هو الواي المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين عدد مرات القاء القرة واجمال التكلفة هي الواي بتساوي اتنين ونص اكس يبقى الكرة الواحدة حرميها باثنين جنيه ونص الكرتين بخمسة جنيه يبقى التلات كور خمسة جنيه حط عليها اتنين ونص هيبقوا سبعة جنيه ونص سبعة جنيه ونص حط عليهم اتنين ونص هيبقوا عشرة جنيه العشرة جنيه حط عليهم اتنين ونص هيبقى اتناشر ونص اذا كان عمرك و يزيد على عمر اخيك اكس بمقدار اربع سنوات فاكمل الجدول الاتي ثم مسله في المستوى الاحداثي انا عمري واحد واخوي اكبر مني باربع سنين يبقى حقول واحد زائد اربع حيبقى خمسة ولما اخوي يكون عنده سنتين حزود عليه برضو اربع سنين حيبقى ست سنين ولما اخوي يكون عنده ثلاث سنين برضو حزود عليه اربعة يبقى ثلاثة زائد اربعة يبقى سبعة ولما اخوي يكون عنده اربع سنين حزود عليه اربعة يبقى ثمان سنين ما هو المتغير التابع طبعا المتغير التابع معروف اللي هو مين اللي هو الواي اللي هو التحت ده ما هو المتغير المستقل طبعا هو مين هو الاكس اكتب معادلة تمثل العلاقة بين عمرك واي وعمر اخيك اكس يبقى حقول الواي بتساوي الاكس هنزود عليها كام اربع سنين هقول هنا عمري اخين نكتب هنا واحد هنا اتنين تلاتة اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشرة وفوق نفس الكلام هسيد ده واطلع هنا واحد نين تلاتة اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشرة وانا عايز اول واحد اللي هو كام واحد وخمسة الواحد تطلع بيه من الارض اهو الواحد واطلع لحد ماوصل لخمسة يبقى تطلع لحد الخمسة بس اهو هتحط نقطة هنا والنقطة التانية من اتنين لستة هتطلع من اتنين لحد ماوصل لستة بس هنا اهي والتالتة من تلاتة لسبعة ادي تطلع من التلاتة لحد ماوصل للسبعة والبعديها من اربعة لتمانية ادي من اربعة توصل لحد التمانية اهي ادي وتوصلهم كده ببعض لكي تلعب كرة السلة سوف تدفع خمس جنيهات مقابل كل رمية كرة اكمل الجدول ثم مسله على المستوى الاحداثي افترض ان الاكس هو عدد الرميات والواي هو اجمال المبالغ المدفوعة لو حرم كرة حدفع خمسة جنيه لو حرم كرتين عشرة لو تلاتة بجيه خمستاش لو اربعة حدفع عشرين ما هو المتغير التابع هو الواي ما هو المتغير المستقل هو الاكس اكتب معادلة تمثل العلاقة بين عدد الرميات اكس واجمال المبالغ المدفوعة واي يبقى حقول الواي بتساوي خمسة اكس هنا حكتب عدد الرميات هنا حكتب المبالغ المدفوعة هنا حكتب العلاقة بين الرميات والمبالغ هنا حكتب واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس ست سبعة تمانية تسعة عشرة خمسة عشرة خمستاشر عشرين لو حرمي رمي واحدة حدفع خمسة يبقى واحد نطلع لحد الخمسة ومن اتنين نطلع بها لحد عشرة ومن ثلاثة نطلع لحد خمستاشر من ثلاثة حد خمستاشر ومن أربعة لحد عشرين عد الأربعة ووصل لحد العشرين ووصلهم إذا كان سمن قطعة الحلوة ست جنيهات أكمل جدوى للتالي ثم من السلوة على المستوى الإحداثي بفرض أن الاكس هو عدد قطع الحلوة والواي هو إجمال السعر لو أنا هشتري واحدة بستة لو هشتري اتنين يبقى طناشر تلاتة يبقى طمانتاشر لو أربعة يبقى اربعة عشرين لو خمسة يبقى تلاتين أنا وماشي بزود ست أو كأن بعمل جدوى لدور بستة محور الاكس حتف فيه واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة سبعة تمانية تسعة عشرة وكذا محور الواي أنا عايزة أوصل لحد تلاتين كما مش هنفع أمشي وحايد ولا أمشي اتنينات فأنا حمشي تلاتات حقول تلاتة ستة تسعة اتناشر خمستاشر تمنتاشر واحد وعشرين أربعة وعشرين سبعة وعشرين تلاتين وحكتب هنا ثمن الحلوة وحكتب هنا اجمالي المبلغ ونحكتب العلاقة بين سعر الحلوة والمبلغ الكلي أومتهم اول واحدة من واحد للستة يبجأ أنا عشي من واحد أوصل لحد الستة حط نقطة ومن اتنين للاؤناشر دعش 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 من للتلات الحد ١١ دعش دعش ومن الاربعة لحد اللع puzz أهياتي ومن الخمسة لحد الثلاثين قدم الخمسة اوصل لحد الثلاثين اللي هي اخر واحدة واجم اوصلهم وصلتهم اذا كان ثمن ثلاث اقلام من نفس النوع يساوي ثلاثين جنيها فاكمل جدول التالي ثم مسله بيانيا على المستوى الاحداثي بفرض ان الاكس هو عدد الاقلام والواي هو المبلغ الاجمالي لو انا هشتري تلت اجلام يعني هدفع تلاتين جنيه يبقى الجلم بواحد كده بعشرة جنيه يبقى لو هشتري جلم بعشرة جلمين بعشرين تلاتة بتلاتين اربعة باربعين خمسة بخمسين هنمس العلاقة بين الرقمين دول اللي هم من عدد الاقلام سعر الاقلام وهنا العلاقة بين سعر القلم وعدد الاقلام يبقى هكتب هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة انا مش هستخدم العشرة كلهم انا لحد خمسة بس هنمشي هنا خمسات خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وثلاتين كده اربعين خمسة واربعين خمسين اشتري جلم واحد هتفع عشرة جنيه يبقى من واحد لحد عشرة ومن اتنين لحد عشرين ادي من اتنين حطلع لحد العشرين ومن تلاتة لحد التلاتين ادي من التلاتة نوصل لحد التلاتين اهي التلاتين فشة ومن اربعة لحد الاربعين ادي من اربعة اوصل لحد الاربعين اهي كده وصلت الاربعين ومن خمسة لحد خمسين من خمسة لحد اخر حاجة اللي هي ايه بخمسين وتوصلهم ينتج مصنع الأحزية تسع أحزية في الساعة الواحدة بشكل منتظم على مدار يوم عمل متواصل أكمل الجدول التالي ثم مسله بيانيا على المستوى الإحداثي بفرض أن الـ X هو عدد ساعات العمل المتواصل والـ Y هو إجمالي عدد الأحزية في اليوم الواحد تسع أحزية في اليوم الواحد تزود 9 زي 9 يبقى 18 وزود 9 يبقى 27 وزود 9 يبقى 36 وزود 9 يبقى 45 هنكتب هنا عدد الساعات وهكتب هنا إجمالي الأحزية وهنا العلاقة بين الأحزية وساعات العمل هنكتب واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 وأنا هستخدم لحد الخمسة أنا هقول 9 10 7 27 27 36 45 45 كده هزود تسعات أنا وماشي يبقى من واحد لحد تسعة قدي من واحد لتسعة ومن اتنين لحد الثمنتاشر ومن الثلاثة هطلع لحد سبعة وعشرين اهي جبت السبعة وعشرين ومن اربعة هطلع لحد ستة وتلاتين اطلع بس هنا ومن الخمسة هجيب لحد خمسة واربعين اطلع اطلع بس لنوريا مجاول اوصلهم اوجد قيمة المتغير y في المعادلة y بتساوي اربعة اكس اذا كانت الاكس بتساوي خمسة يبقى حشيل قيمة الاكس وحط مكانها خمسة وتضرب خمسة في اربعة اللي هتساوي عشرين يبقى اذا قيمة المتغير ساوي عشرين اقرأ ثم اجيب اوافق او لا اوافق يقول مالك انه لا يمكن تمثيل معادلة y بتساوي ثلاثة اكس زائد خمسة بيانيا هل توافقه طبعا لا اوافقه لان عند التعويض عن قيمة اكس فانها تعطي متغيرا يمكن تمثيله اذا عملنا باشتراك بالقناة لساوي الكل جديد